في البداية نتحدث ونتكلم عن وضوع أفضل ولا نستطيع أن نعرف مدى مصدقيته وما هي الحقيقة الكاملة ولكننا نروي القصة الكاملة والحقيقة سوف تظهر معنا أثناء الفيديو الحقيقة الأمر الغريب والعجيب أني الكلام ده يتقال طبعا مش كل الكلام ولا كل الحقيقة بتتقال مرة واحدة طيب احنا عارفين أن الأنبى بولا شخص فاضل وعظيم وبيحل دايما المشاكل وفي كل الأحوال عمره ما بيصير أي جدل ولا أي مشكلة مع أي حد ودايما بيرحس عن حل المشاكل الأسرية ويحل المشاكل الكنسية وبيعمل كل ما بيصعه دائما ولكن هنعرف لكن عشان نبقى عارفين وكلامنا واضح وصريح أن الكلام دوت في غاية الصعوبة ولا يصدق بكل المقاييس في البداية الكلام بيقول الأنبى بولا يتاهم سيدة بالزنة مجاملة لابنة كاحن كلام صعب جدا يقول لك عندما أعطى السيد المسيح السلطان الروحي لتلاميذ الأطهار هل كان يقصد أن يعذب البشرية بهذا السلطان أبناء الذين قدم دمه المقدس فداء لهم وهل جعل من نفسه زبيحة لهم لقد جاء إلى الأرض لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فلماذا يجعل من يحملون اسمه مردجال الدين هذا المقال من روزا اليوسف ودي مقالات بتبقى صفرة شوية المهم فبيقول لي ماذا يجعل من يحملون اسمه من رجال الدين أساقفة وكان الحياة عذابا ويستخدمون السلطان الكنوتي ليسعدوا البعض ويلقب البعض الآخر خارج حضنه وخارج كنسته وهو الذي جاء لأجل المتعالين وسقيل الأحمال كل هذه الأسئلة المؤلمة وغيرها طحنة قلبي وفكري ده اللي كاتب المقالة بيقول كده وأنا أرفعها مع صراخات الزوجة المسلومة والتي نحتفظ باسمها واسم زوجها أو ده يدل على إن الكلام ده غير حقيقي حفاظا على قرمتها قرمتها التي دساها الأنبا بولا أسكبطنطا ورئيس النجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية الذي يتحكم في منحة حياة جديدة لمن يمنحه سق الزواج ويتثن الإنسان الحي الذي يمنع عنه هذا السق لا أدري كيف يغمض للأسقف جفنة وهذه القسس تحيط به من كل جانب بل كيف يطلب الحل أثناء صلاة القداس من الشعب الذي يصلي خلفه وهناك صراخات ترفض أن تسمح ما فعله فيها انظر معي وسوف نتحدث قليلا الأمر فيه كثير من الجدل وفيه كثير من الشك أن نقصد أنه هو يرمي على الأنبابولا هذا الكلام الصعب الكلام الذي لم يبهوش أي مصدقية لحطت اسم المرأة ولحطت الرجل الزوج وحطت اسم الأسقف الأنبابولا عشان يعمل ادعاء ويعمل شوشرة ويعمل ألأ ده طبعا منذ زمن هذه المقالة ولكن نعيدها لعشان نبين إيه كان بيحصل في الأيام المظلمة دعونا نتحدث ونتكلم ونظر حقيقة هل بالفعل حدث ذلك مع الأنبابولا؟ هل بالفعل حدث ذلك مع الأنبابولا؟ طبعا إطلاقا مطلقا ولكن أيضا فلنعلم مجيدا فلنعلم مجيدا أن ذلك لم يحدث أبدا مجيدا مجيدا نعيد نعيد ثاني ونقول عشان نسمع الناس الحقيقة فيه بيقولك عندما أعطى السيد المسيح أولا الأنبابولا بيقولك إيه الأنبابولا يتام سيدة بالزنا مجملة لابن كاهن يا حبيبي بيقولك عندما أعطى السيد المسيح السلطان الروحي لتلاميث الأطهار هل كان يقصد أن يعذبوا بهذا السلطان ابناء الذين قدم دمه المقدس فداء لهم وجعل من نفسه ذبيحة لهم لقد جاء إلى الأرض لليكون لهم حياة جميلة وجديدة وليكون لهم أفضل فلماذا يجعل من يحملون اسمه من رجال الدين أساقب والكهنة الحياة عذابا ويستخدمون السلطان الكهنوتي ليسعيد البعض ويرقب البعض الآخر خارج حضنه وخارج كنسته وهو الذي جاء لأجل المتعبين وسقيل الأحمال كل هذه الأسئلة المؤلمة وغيرها تحنت قلبي ده كاتب يقول كده وأنا أرفعها مع صرخات الزوجة المسلومة والتي تحتبط باسمها واسم زوجها حفاظا على قرمتها التي دسها الأنبابولا لأ أنت محطتش اسم الزوجة واسم الزوج لأني واضح أن دي رواية ضعيفة المهم التي دسها الأنبابولا أسكو طانتا ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية الذي يتحكم في منح حياة جديدة لمن يمنحه سق الزواج ويدفن الإنسان الحي الذي يمنع عنه هذا السق لا أدري كيف يغمض للأسكف جذن وهذه القصص تحيط به من كل جانب بل كيف يطلب الحل أثناء صلاة القدس من الشعب الذي يصلي خلفه وهناك صرخات ترفض أن تسامح ما فعله فيها لكن الواقع أسوأ بكثير هو بيقول كده قصة هذه الزوجة لو تحولت لعمل درامي سينمائي لخرج الأقباط يتهمون السينما بتشويه الأقباط لكن الواقع أسوأ بكثير من أي خيال والأمر كله مزبط للمستندات وريني يا عم الحج اسمها مين مين يا سلام اسمها مين مين تزوجت من ابنة كاهن واو يه واو يا سلام ده اسم عربية ده ولا رقم عربية رأي كنيسة بأمريكا تبث عني حتة قالت لشكوى لقداسة البابة تودروس الثاني حضرت صاحبت الغبضة والعظم قداسة البابة المعظم تودروس الثاني أتشر رب أن أعرض لغبضتكم المأساة التي أواجهها وذلك على النحو المفصل كالآتي حيث أنني أقيم في ولاية متشجان بالولايات المتحدة الأمريكية في 17 ستمبر 2005 تزوقت من الصيدلي واو يه مين ابن الكاهن راعي كنيسة الأندي روس بأمريكا سابقا هو في القصيس ولذا طفل عمره الآن سبعة سنوات وفي 29 إبريل سنة 2009 بعد كده أربع سنوات أقام زوجي علي دعوة طلاق وأدعى فيها أنني مريضة نفسية وجسدية دون أي أزلاب أخرى وفي 31 أغسطس 2010 حكمت المحكمة بالطلاق تقل طلب الزوج ورفضت ادعاءاته وأعطتني حق حضانة الطب لحتى سن 18 سنة بعد أن تحققت المحكمة من سلامتي الجسدية والنفسية نتيجة للفحوصات والكشوب الطبية التي أجريت علي من أطباء معينين من قبل المحكمة طرقت باب الكنيسة والنجلس الإكليريكي الموقر عدة مراته على مدار ستة أعوام منذ بداية المشكلة حتى الآن والأسف لم نلقي مجيبا يعني ما لقيتش إجابة من قسرة الإلحاح وترك الأبواب من خلال قصاوسة الكنيسة بالأسكندرية في 9 سبتمبر 2010 علمت أن زوجي قد حصل على حق الزواج من الكنيسة عبر المجلس الإكليريكي الأمر الذي يدعو للتساؤل وخاصة أنه لم يتم اختاري أو ولي أمري عن أسباب منحه هذا الترخيص إن هذا الترخيص الممنوح للزوج هو أمر يمس حقوقي يمس حقوقي وسمعته بل إنه يظلمني حيث لم يتم سماع أقوالي بل تم الحكم عليه والنيل من سماعتي وقرامتي وكما علمنا أن النجلس يعطي هذا الحق في حالة الزنا فقط والسؤال الآن هل أنا مريضة نفسية أو جسدية كما ادعى بالمحاكم وفشل في إثبات ذلك أما إنني أنا زانية هذا الظلم الفادح الذي يحيق به يتشع بسمعتي وشخصي بالإهانة والتجريح ويظلل بحياتي بالتعاسى بما ينحق بسمعتي أمام ابني في المستقبل لذلك فإننا نلجأ لقضاستكم لعدالتكم الحكيمة للتفضل بإعادة فتح الملف والتطقيق في المحتوى وإعطاء كل جي حق حقه خاصة إنني حصلت على تقرير من أحد النكاتب بأمريكا والذي قيل أن الأنبابولا قد قام قام بتكليفه بمراقبتي يا سلام هيراء بقصده والدعى إنني أصهر في بار وإنني زانية و أمن العام الأنبابولا فضيل كصد هو الأنبابولا الأمر الذي أعطى المجلس الحق في منح ابن الكاهن زوجي الذي نملك كل المستندات بأنه مريض نفسيا تصريح زواج ثاني له هو لو ثلاث دلوات نفسيا فإذا كنت زانية لماذا لم يدعي علي زوجي بذلك ولماذا أنتظر سنة كاملة بعد الحكم ما تقدم كان ملقص قصة السيدة المسيحية في شكوى للبابة ودروس أما التفاصيل فيسكنها الشيطان وترويها بنفسها قائلا أثناء رحلة شعر العسل بأزبانيا وأثناء رحلة الطيران الأزبانية من جزر الكنيراي إلى برشلونة طوال فترة الطيران أربع سجاء فجئت بأن زوجي يعاني من ضيكم في التنفس واختناق وتشنج وحدوث صرع وغيجوبة فتم إحضار الإسعاف لنقله إلى مستشفى يا سيدي ما ممكن يحصل لأي حد بيرك الطيار ايه المشكلة برشلونة فمكسته يوما كاملا معه وأفاد الأطباء بأنه يعاني من حالة نفسية يا سلام دي تنفس حالة نفسية وعند خروجه من المستشفى أخف زوجي التقرير الطبي عنه أسك ما تعرفش طلعتني من المستشفى ولا يعني قمة الكذب وقد اعترف زوجي بذلك بجلسة محكمة فاتشكان في 6 مايو 2010 ولا تسمع أمريكا بأخذ أي تقارير إلا بموافقة صاحب الحالة أو دي الكذب بعينه واسم الهيئة التامنية تقرر هذا الموضوع عند عودتنا للإسكندرية ولما طلقت منه بعرضه على طبيب رفض زوجي ذلك وقبل سفر الأمريكا أثناء أشهر العسل دخل مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية في الفترة من 10 سبعة حتى 18 ألفين وخمس لحدوث نفس الحالة له فدخل مستشفى القوات المسلحة وبعد خروجه رفض اطلاعي على التقارير الطبية وكان يستدعى الدكتور وهباه الله ليعطاه مهدئات وبعد سفري طب ما جيتش ليه تقارير بقى من مستشفى القوات المسلحة في مصر وبعد سفري بتفلي الأمريكا كان يحدث له نفس الحالات السابقة مصاحبا لهياج شديد وكان يقوم بضربي وحبسي ثم بعد هدوء يعتزل لي ويقول أنه لم يشعر بما فعله وعندما أطلب منه الزيابة للطبيبة يرفض ذلك معللاً أن ذلك بسبب التدخيل أصبحت في هذه الحالة دائمة أو أصبحت هذه الحالة دائمة مرات في حياتي معه تصحبها إجباري على ممارسة كذا 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 العلاقة الشرعية معه بالعنف والضرب والشتائب غير اللائقة والأوضاع الغير الشرعية بالإضافة إلى أنني فجأت بأنه يقوم بتصويري بفيديو وعندما كنت أحتاجه على ذلك كان يهددني بأنه سيأخذ ابني ويحرمني منه نهائياً كنت أفاجة أبيه يأخذ طبلي وجميع متعلقاتي ومفاتيح السيارة الكريدد والتليفون المحمول ويهددني لعدم العودة إلى المنزل كمنا برحلة بحرية بسبينة لمدة خمسة أيامة في نومبر 2007 مع أخ زوجي وزوجته وإبنه فكانت زوجته اللي هي سلفتي تشرب الخمر بكسرق عادتها وفجئت بها تتطاول علي بالألفاظ والضرب فلم أرد عليها بل شكوت ذلك لزوجي في حجراتنا فطربني وأددني بأنه سيقوم بإلقائي من نافذة السفينة بالبح وطلب مني السجود على قدميه لطلب العفو مما اضطرني للاستجابة ليه وانت عملت يا بنتي لطلبه ثم يقوم بضربي لممارسة الأعمال والعلاقة الشرعية أمام طفلنا التي لم يتجاود عمره سنة ونصر ده حوار مكتوب من سنين كديرة اكتشبت مجموعة من الصور والخطابات لإمرأة معه في مراحل وأماكن مختلفة القلية بالأسكندرية وأوروبا ثم وجدت صورة لنفس المرأة مع طفل وولدتها مدون عليها رسالة منها شوف يا بابا أنا حلو إزاي سلم على تيتا فيفي وجده أبونا ووجدت خطابات موجهة لزوجي توضح أشتياقها له ولهم جميعا وعندما وجهته بهذه الصور والخطابات صار علي صورة عارمة وقام بتأديدي بأنه سيتخلص مني نهائيا وتحذيري بأن لأخبر شخصا أي شخص بذلك وأنه سيقول بأنني أتخيل أحداثا غير صحيحة واضح أن دي الحقيقة وأنني مجنونة وقام بإخفاء هذه الصور والخطابات وقد اعترف أمام النحكما في جلسة 6 مايو 2010 بأنه كان يعرف هذه السيدة منذ سنوات دراسته وقد طلب مني أخذ مهدئ لعدم الكلام في هذا الموضوع لأنه مفيد وأنه يقوم بأخذ هذا المهدئ ولكني رفضت أخذه ومن قصرة إلحاح يوميا يأخذ هذا المهدئ بدأت البحث عن هذا المهدئ فوجدت أنه زينيكس ونشر الدواء وتقرير دكتور قلب عن الدواء بعد عودتي لأمريكا زادت الأمور تعقيدا وذلك بسبب أنه حان وقت ضغديم أوراقي لتحويل من إقامة تابعة للزوج إلى إقامة دائمة ومستقلة دون شرط الزوج وذلك طبقا للقانون الأمريكي في هذا الوقت رفض زوجي بشدة وقال لي إنني لست محتاجة لهذه الإقامة إن دوري انتهى وأن ابني ستقوم أمه بتربيته مع والده وأنني يجب عودتي بدون ابني إلى مصر وذلك إرضاء لوالديه وتعويدا عن ابنهم أخو زوجي الأكبر الذي توفى وتم تسمية ابني على اسمه بناء على طلبهم الذي قد توفى فبكيته بشدة وإنهال علي بالشتائم والخط في الحائد بعمر وأصبحت الحياة شبه مستحيل من إهانات وتهديلات وتضيف أيضا أنه حدث موقف في أكتوبر 2008 ففي إحدى صورات العارمة والتعدي علي بالضرب والتهديد بالتخلص مني قام بأخذ كريدل الخاص بي من حقيبتي ومفتاح العربية وتليفون المنزل وجميع ملابسه في حقيبة وصعد لأخذ ابني من سريره وهو نائم فكنت بطلب البوليس لإنقاذ ابني ونفسي منه عن طريق الموبايل الذي كان في جايبه وقبل وصول البوليس استدعى أباه الذي كان في زيارة ميشي جان ومعه أخوه يستنجد بهم وبدأوا يتهجمون علي بالألفاظ غير اللائقة وقد حلف لي الأب الكائن من خلال رفع ملابسه الكهنتية وتهديد أنه سوف يخلص مني نهائيا بإدخالي مصحة وهذا بسبب أنني تجرأ وطلبت البوليس وعند وصول البوليس قام بإخراجه من المنزل ولم أبلغ البوليس بأي عمل جنائي فعله زوجي وذلك من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية واعتقادا مني أنه سوف يكون ما فعله درسا له ويحترم بعد ذلك التعامل معي لأنه يعلم تماما أنه كان يمكن دخول السجن بسبب هذه الأفعال وتم إبلاغ أهلي في الحال حيث أنني كنت في المنزل مع ابني حيث أني أبي أرسل والدتي على الفور وذلك لأنها هي الوحيدة التي كان لديها فيزا لأمريكا من أجل الوقوف على الأمر من خلال وجودها ومتباعدها لنا بالتلفون استجابت أمي وأبي لعمل مفاوضات للإصلاح وفيما بيننا وطلب زوجي ووالده الكاهن في ذلك الوقت أن يتم الإصلاح بعيدا عن الأهل وذلك بواسطة مصلح أزواج حتى تكون جهة المحايدة وكذلك تستطيع الوصول إلى أحسن الحلول وتكمل قصتها في ليلة تنتصر بي زوجي مساء وهو في بكاء شديد يقول أنه سيعود إلى المنزل وسوف يصلح ما أبسده الزمان فكنت أنا بدوري في الصباح وذهبت إلى مكانه بالعمل الصيدرية التي يعمل بها في محاولة للإصلاح وأنا بداخلي اعتقاده أنه نبدأ حياة جديدة دون مشاكل وأشترط علي أن يأخذ يأخذني لعمل تحليل وهذا لمجرد الإتمئنان وهي normal check-up وهو يقول لي أنه عاود يثبت محبته واهتمامه وخوفه الشديد عليه وفي نفس الوقت يريد معرفة مدى خضوعي له كزوجة وهذا هو الشرط الوحيد لكي يعود معي للمنزل وبذلك يشعر فعلا بعودة السقة له كذوب وبالفعل صدقته ما قاله وأستجبت برغبته استحبني زوجي للمستشفى لعمل التحليل هذا هو النظام بأمريكا وبعد إجراء التحليل والفحوصات الطبية كاملة دخل سوشيال ووركر تسأل تسألنا عن سبب حضوري إلى المستشفى ويتبلغني بأنني بصحة جيدة وأن زوجي ادعى أنني حاولت الانتحار وأنهم لم يجدوا في الفحوصات التي تمت علي ما يزبط ادعائه وسألتني في تعجب ما هو السبب للحضور إذن المستشفى فتعجبت من ادعاءات زوجي علي وانهرت في البكاء وحزن شديد من هولى الاتعاد وبدأت أحكي سوشيال ووركر عن كل ما حدث فنصحتني بضرورة الانفصال عن هذا الرجل وطلبت منها أن أبلغ آلي عن الموقف المساعدة وإثناء المحادثة مع والدي على التلفون للاستعلام عني بدأ يهدد والدي بأنه في إجراءاته لإدخال لقسم العلاج النفسي مع تهديده بعدم رؤيتي إلى الأبد وطلب بعدم الاتصال به وهو مستهزئ بآلي ويضحق بطريقة هسترية ويظهر لي فرحته بعدم قدرة آلي على إنقاذي مما هو مجبر عليه انتهى الموقف بخروجي من المستشفى بنصيحة السوشيال ووركر بالذهاب إلى مصلحة اجتماعي حسب رغبتنا وخرجت معه من المستشفى دون رغبة زوجي وهو يسبني بأغزر الألفاظ والشتائم وأنه يتوعدني بأنه سوف يتخلص مني سوف يتخلص مني وأنه سيحرمني من ابني إلى الأبد في حال قيامي بإبلاغ البوليس أو أهلي وسيقوم بالشهادة وأهل بإنني مجنونة وأنني أعاني من حالات عصبية وهياج وسوف يتخلص مني ونقبل الحوار لأنه طويل جدا مع القصة القادمة شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتغذير وسلام الرب يكون معكم أمين لا تنسوا شكرا لكم شكرا لكم آه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة